أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصابحات أما لهم أجرا حسدا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله أبدا لا نغم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حزبت أن أصحاب الكهف والرطيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آبانهم في الكهف سنين عبدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدنا ربما وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان مين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتهم هم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقلطهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آد الله من يحدي الله فهو المهتد ومن يبغي فلن تجد له وريا مرشدا ودحسبهم أيقاطا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيهم الوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولبلئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساهدوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدهم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم بمزق منه وليتنطف ولا يشعر من بكم أحدا إنهم إن يطهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعذرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بلوا عليهم بنينا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لما اتخذن عليهم ما استدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون ثلاثة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قدير فلا تباري فيهم إلا براء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فعين ذلك غدا إلا إن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى إن يحدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثة بئة سنين واجتادوا تسعا قل الله أعلم بما لبسوا له غير السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا قطل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولم ولم تجد من دونه مرتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لك ولا تدعوا عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تدع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحد من ربكم فمن شاء فلغم ومن شاء إلا فليكفر إِمَّا أَعْتَدَنَا لَمْ غَالِمِينَ لَارًا أَحَاطَ بِهِنْ سُرَادِقْهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُخَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْ لِيَشْوِ الْوُجُوبِ بِئْسَ الشَّرَابًا وَسَاءَتْ مُغْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَدْرَ مَنْ أَحْسَدْ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدِلٍ تَجِنِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُطْرًا مِنْ سُنْبُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُبْتَهِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نعم الزواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعلاب وحففناهما بنسل وجعلنا بينهما زرعا كل درجنتين آتت أولها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما بأرا وكان له خبر فقال لصاحبه وهو يحاوله أنا أكثر منك وما لو وأعز نفرا ودخل جنته وهو قابل لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن ردد إلى ربي لابدا خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو ألحاوله أكفرت بالذي خلقت من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن من هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترمئ ما قل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يبتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زدقا أو يصبح ماءها غورا فلم تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا خلالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختنق بإينبات الأرض فأصبح هجيما فأصبح هجيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقدرا البال والبال نسينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما صنقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أفصالا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عقدا ويوما قلناه شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبونهم وجعلنا بينهم موبطا وراء المهرمون المعرفة ظلوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل بثل وكان الإنسان أكثر شيء جددا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يهديهم العذاب قولا وما ترسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتصدوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم من منذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكمة أن يفطحوه وفيها بالهم وطرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبون عن جنبهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أمره حتى أمرها مجمع المحرين أو أمضي حقبا فلما ملغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فانتخذ سبيله في المحر سرما فلما تأوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصحرة فإني نسيت الحوت وما أنزانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في المحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له سهل أن تبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا قال إنك لم تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن انتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا رقبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتذرق أهلها وقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهضني من أمري عصرا فانطلقا حتى إذا لقياه لهم فقتله قال أقتلت نفسا زكية بخير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لكني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يطيفوهما فأبوا أن يطيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينطف فأقابه قال لو شئت لم تخذ عليه أجرا قال هذا جراق بيني وبينك سأنبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساتين يعملون في المحر فأردت أن أعيمها فأردت أن أعيمها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أصبا وأبنا الغلام فكان أبواه من أين فخشينا أن يرهطهما كذيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلاما يديما في المدينة وكان تحته كنس لهما وكان أبوهما صالحا وأراد ربك أن يبلغا شدهما ويستخرجا كنسهما رحمة من ربك وما فأوته عن أمره ذلك تأويل ما لم تستع عليه صلاة ويستنوبك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إِنَّا مَنْ جَمْنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَيَعْتِيْنَاهُ مِنْ كُلْ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا مَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَ هَا تَهُرُهُ فِي عِيْنِ حَمْيَةٌ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْ لَا يَا تَبْقَرْنَي إِمَّا أَنْ تُعَرِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَبَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعْمِنَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً لِلْحُسْنًا وَسَنَقُونُ لَهُ مِنْ أَمْلِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مُطْبِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطُلُوا عَنَا قُولٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِطْرًا كَذَلِكَ وَتُدَاحَقُنَا بِمَا لَدَيْهِ فُبَرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّبْدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ طَوْلًا قالوا يا ذا القرمين قالوا يا ذا القرمين إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُسْدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ مَيْنَا وَمَيْنَهُمْ سَدًا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل مينكم ومينهم ردنا آتوني زمر الحديد حتى إذا زاوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آدوني أفلغ عليه بقرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له لقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يمون في بعضهم ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ الكافئين عرضا الذين كانت أعلمهم في غطاهم عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا فحسب الذين كفروا أن ينتخذوا عبادي من دوني أولياء إما أعبدنا جهنم للكافرين بزلا قل هل ننبعكم بالأخسرين عمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أمهم يحسنون صدعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا تقين لهم يوم القيامة واسناه ذلك تزاؤهم تهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي مسوا إما الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنمات في التوسم سلا خالدين فيها لا ينبون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلبات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلبات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إن فبال بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلههم إله واحدا فمن كان يرجع لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرف بعبادة ربي أحدا السلام عليكم ورحمة الله